احنا ما بقاش عندنا في العلاقات اي حلمية. تلاقيها كلها علاقات. حتى وتنين ما جاي ساقعة 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 ساقعة. من كترة ما بقتش الناس بتقعد مع بعضها. بيعملوا مع بعضهم. معرفش في حاجة مش مزبوطة. هو ده. هو اللي مش مزبوط. احنا كان بروفة الترابيزة دي كانت اساسي. بروفة الترابيزة دي. والنص كاملا قدامنا. المسلسل كله. تلتاشر حلقة. كاملا قدامنا طبعا لان ما فيش حاجة ما فيش ما كانش فيه حاجة اسمها باني ناس تدخل تصور وهم معاهم تلت حلقات من التلاتين. ومشعفين. ما كانش فيه حاجة اسمها ورش. ورش بتكتب اربع اربعة خمسة. يتناولوا فكر واحد. ازاي. الورش دي دي حاجة جديدة. الكلام كمان عشان الزنقة بتاعت التصوير. ان بقى فيه اليونت الاولى والوحدة التانية والوحدة التالتة. يعني فيه اتنين وثلاتة بيخرجوا المسلسل. ازاي المسلسل او العمل الدرامي ده لازم يبقى نابع. رؤية واحدة. رؤية مؤلف ورؤية وتفسير مخرج. رؤية مؤلف وتفسير مخرج. وتفسير مخرج لهذه الرؤية. هو ده العمل. لكن اربع خمسة بيكتبوا. واثنين ثلاثة بيخرجوا. انت اكيد يا استاذ اصدر بتضرب كفة على كفة. بجهد الاية تشعلت. يعني عشان بس. عشان الناس اللي مستنكرين ان انا وامثالي بنقعد كتير في البيت. هو هي دي الاسباب ان انا ما عنديش استعداد ان انا المسيرة اللي انا عملتها ايا كان قدرها وايا كان حجمها من موجة نظر اي حد. لكن انا حريص على الحفاظ عليها. على ان انا ما اعملش اي حاجة تاخدش هذه المسيرة. التاريخ اللي انت عملته طبعا. خالص. طبعا. لاي سبب من الاسباب ايا كان هذا السبب. بتحترم نفسك وبتحترم تاريخك. وبحترم الناس اللي اللي شجعوني وسندوني وحبوني. في كل هذه السنوات. مش حاجة اخزلهم في الاخر وقدم حاجة لا حترضيهم ولا حترضين انا كمان. بس ارجوك ما تغيبش. ارجوك يا استاذ اشرف. انك فعلا بتضيف لاي عمل. واي اسم كبير ومهم ومحترم. بجد بيضيف لاي عمل ده. ده بجد. حسأل حضرتك كن ريهام عبدالغفور في العمل ده. شجع حضرتك كمان ولا بتفصل تماما يا استاذ اشرف. اه لا. يعني انتم متقابلتوش كتير مع بعض في اعمال خالص. لا احنا ما تقابلناش خالص. زي ما كنت بقولك احنا هم مشهدين تقريبا فيهم جوبلتين تلاتة في الجزء التاني من زيزينيا. لما اشتغلنا مع بعض غير كده احنا لم نتقابل فنيا يعني. ودي حاجة يعني يمكن تبقى في صالحي. لان ريهام دلوقتي بقى يضغول تمثيل. لا. وحدي خافي مسل قدامها. حقيقي بقت جمدة جدا يعني. اه. لكن اه. نفسك تعمل مشاهد معاها? والله انا انا اتمنى. انا اتمنى. اه لكن هي دايما لما بتسأل السؤال ده بتقول انها هتبقى مرتبكة. فانا يعني لما تتخلص من هزا الاحساس يبقى ياريت. او نكسر ونعمل عمل ونكسر الحاجز ده او الخوف ده. المهم هي ما ما سبب لهاش انا اي ارتباك خالص يعني. لان هي لسه مزالت في المرحلة دي. يمكن عشان ما تقابلناش. كتير فنيا يعني مع بعض يعني. هي محترفة وحتعرف تعملها بس ايه اكتر اعمالها اللي حيطك بتحبها لها? بتشوفها بتتبع كل شغلها? كل طبعا. كله. طبعا. 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 ايه 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 شغلان دلوقتي غير ريهام. ريهام مكسارة الدنيا. ريهام وسعت وسعت رقعة معجبيني. ايه 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 صح اكيد. بان دلوقتي ومش دلوقتي. بابا ريهام. لا من زمان من زمان بقى ناس كتير جدا بيكلموني على اساس ان انا ابوها. يا حبيب. مش يعني قبل ما كنت اشرف عبدالغفور لا ده ابو ريهام. بس الاجيال الجديده ممكن. هي ده الاولانية. يعني ابو ريهام بيكلموني عشان انا ابو ريهام وسلم على ريهام. فوسعت لي رقعة المعجبات. المعجبين. المعجبين. المعجبين والمعجبات. النهار ده يمكن اكيد اسم او لقب ابو ريهام بيبقى حلو على قلب حضرتك. اكتر من اشرف عبدالغفور. طبعا وبعدين انا انا ابو تامر. اه طبعا. يعني ده اساسا يعني ابو دي انا واخد عليه عشان انا ابني الكبير اسمه تامر. فانا ابو تامر من زمان يعني. لكن فنيا دلوقتي لما دخلت ريهام في الفن بقيت ابو ريهام من روجة نظر الفنية يعني. لكن انا ما زلت ابو تامر. اكتر ادوارها اللي بتحبها لها يا ابو ريهام. شوفي انا يعني انا عادة ضد افضل التفضيل. الافضليات. افعل التفضيل دي. الافضليات دي. انا مش معها خلص. بس بتحبتها في ايه. يعني ريهام حبتها في اه حقول ايه حقول تسعة وتسعين في المية مثلا من شغلات. من شغلات. لانها هي ما دتنيش فرصة ان انا اعجبش بعمل عملته. ما دتنيش فرصة ان انا اا اعترض. بقولها انت ليه عملتي الدور ده. وهكذا من اول البدايات خالص. هي من اول البدايات كانت حريصة كل الحرص. على عدم التكرار. وعدم القولبة. ابتدت ترفض الادوار المشابهة طول الوقت. تمردت على انها لقيت انها هتتحط في قالب البنت الكيوت الحلوة. كتكوتة رفض. الملاك الطاهر. ابتدت تتمرد على ده من بعد يعني سنتين تلاتة بالكتير من شغلها. خالص يعني. ابتدت تخوض بقى وتلقي بنفسها في النار في الريان. دخلت في راحل فضيعة. يعني من اول الريان. وكل. وسلم طالع ومتغير. كله. ويشهد على ده سنة عشرين اتنين وعشرين. يشهد على ده يعني. بان هي هي صورت خمس ستة اعمال على مدى تلات سنين على الاقل مثلا اللي فاتوا. صح. لكن تصادف انهم تعرضوا. ورا بعد. وتعرضوا في منصة. ورا بعد. ورا بعد. في نفس المنصة. يعني. وي حبيبتي اتضيقت جدا وكانت القلقان اوي. معدل الاصلي هو اللي تعرض في قناة يعني. فا آآ لو لم تكن رهام حريصة كل الحرص على هذا التلون وهذا التغير وهذه الإجادة في العمل كانت بقت كارسة إنها يتعدد لها أربع خمس أعمال وراء بعض متشابكين كده يعني فساتر ربنا إنهم مختلفين تماما إنهم مختلفين اختلاف بين ما فيش دور شبه التاني لشكلا ولا موضوعا فكل ده انصب في مصلحتها وهي للحق يعني هي صبرت كتير قوي ولم تتعجل شهرة ولا مال وكانت بتتزنق ماليا كتير جدا ولا تستجيب إطلاقا وترفض وترفض ونبقى كلنا كل اللي حواليها يعني مقدرين اللي هي بتعمله لكن برضو في ناس مستنكرين شوية بإنها ترفض يعني عمل وراء الثاني وراء الثالث رهام نسبة الأعمال اللي عملتها يمكن واحد على عشرة من اللي تعرض عليها مزبوط بلا مبالغة يعني فكل ده كلام لصالحها وأنا بقول الكلام ده يعني ببنية خالصة وبضمير يقف جدا لا مجروح شهادتي ولا عشان أنا أبوها ولا الكلام ده أنا بتكلم زي أي مواطن متابع فنانة منذ البداية لغاية دلوقتي بقالها 22 سنة بتشتغل يعني كل خطواتها كلها حتى اللي تعثرت فيها وخاصة في بعض التجارب السينمائية كانت برضو محاولات وكانت بتجرب وده شيء مشروع طبعا طبعا أستاذي تكلمت عنها زي ما كل الناس بتتكلم عنها دلوقتي وكل الناس اللي حالك قلتوا عن ريام عبدالغفور كل الناس بتقول كلنا حتى أنا دلوقتي ما سألت حالتك أنهي أكتر دور بتحبه لأنا كينجي تهت لأن أنا عجبني كزا دور فمش عارفة أقول أني واحد أنا أهو بعيد تماما بس فعلا قلت لأنا لو بسأل نفسي السؤال ده أكتر دور هي حتى الأخرانين قزمة منتصف العمر على الغرفة 207 كل واحد بجد مختلف شكلا وموضوعا كل حاجة تمام شفتي إزاي المشاهد بتاعة النجم والفنان الكبير والقادير أشرف عبدالغفور أنا عايز أقول أنه أنا بجد وجوده الكام حلقة اللي ظهر فيهم بجد بجد يا ريام فرق جدا تقل المسلسل وإدى طعم مختلف صوته صوته هو بيتكلم وطريقة كلامه فعلا ببطء وهدوءه طبعا عارفة السهل الممتنع يعني لا وطريقته وهو في السجن وهو كان وزير أو كان حاجة مهمة لا له دكتر فاروق كاني بيلوه دكتر ونحن مهندس لا لأ بص يعني بجد بجد حاجة إضافة إضافة الإختيار بجد لو ماي ممدوح شحو طبعا إختيار ماي ممدوح يعني عايزي أعرف عملتي حساتي يعني يعني يا كفي أني أقولك إن كنت حاس إني هموت من الفخر يعني عارفة لما مش هموت من الضحك مش هموت هموت من الفخر يعني فخورة جدا عمل الدور ومبسوطة قوي من الفيدباك لأن الفيدباك ما شاء الله عليه كان فظيع وهو كان سكر وامر وخطير وحقيقي المشاهد اللي هو قالها الكلام كان مش سهل فأناك بفكر إن ممكن لو تقل بشكل مش بالسلاسة دي وبالجمال ده كان ممكن ما حدش يفهم يعني نظرية ميكافالي مسلا أنا كنت بسمعها الله وكانت أستاذة ما هيما مضحكة بتقول لي إنه هو بيصور أصلا إنه هي بتدت تسرح معاه وهو بيصور من قدر اقتنعت بالنظرية اللي هي مش مقتنع بيها أصلا فهما قصدي فمبسوطة جدا طبعا والحمد ولله ومبسوطة قوي إن إحنا الاتنين طبعا بقلنا كتير قوي ما كناش مع بعض في عمل واحد. إنت إيه الأعمال اللي كنت فيها مع بعض. آآ زيزينيا شيخ العرب همام وملك لير المسرحي. شيخ العرب أي وصحة. بس عمرنا ما كان عندنا مشاهد مع بعض. لدرجة إن أنا بقيت مش عارفة. ولف ده. ممكن أبقى خايفة إن إحنا لو يبقى آآ ولف ده بس آآ بس آآ أنا مبسوطة. نفسك تعملي مشاهد معي. أكيد. بس مش عارفة إذا كنت حبقى عاملة إزاي حسني ممكن أبقى خايفة. يعني أنا هو أكتر واحد يهمني في الدنيا. فعارفة لما تبقى قدام أكتر واحد يهمك مهما كنتي وبوقتي وثقة في نفسك أو بتحبي لعاك. هتبقي لسه شيء لهم إنك تغزي لي أو إنك ما تبقيش أحسن يعني تبقي أقل من ما هو متخيل. فأهم أقل دي. بس أنا أتمنى طبعا جدا جدا. ومبسوط قوي إن إن اللي اشتركنا في العمل ده. اللي هو عمل محترم عمل كبير. هو ربنا يعني برضو يعني أراد إن الناس كلها تشوفه كأنها بتشوفه لأول مرة. ده حقيقي. ناس كتير وتقول هو أفين بقى له كتير ومش عارفة إيه. لأنه من كتر مكان مدهش. بصراحة. كان ما حصلش. بجد يعني. بجد. رأيك بي. رأيه بيهمك جدا في كل أعملك. طبعا. بيقول لك إيه. هو شايفك إزاي دلوقتي. لا هو الحمد لله أعتقد إنه هو دلوقتي. راضي عم بنتو. راضي. الحمد لله. وبيشجعني أكيد. وبتفرج على كل حاجة طبعا. يعني مخلص جدا في الهوموركس بتاعته. نصايحه ليكي إيه يا ريهم. والله طول عمره أبويا بينصحني بشكل عام يعني. اللي هو أعمل الحاجة اللي حاسستها. أركز في شغلي. ما خليش حاجة تأثر علي. آآ حاجات كده. يعني ممكن يقول لي ما تطلعيش برنامج ونت متوتر عشان بيبان عليك. حاجات كده هو بيفهمني اوي هو بيقراني جدا. يعني هو حتى طول عمره بيقعد يقول لي أنا شايف مشاعرك يعني انت شفافة يعني كتر ما بيبان علي كل العسيس اللي أنا ببقى حاسستها ما بعرفش أمثل في الحقيقة يعني أنا لو بتدقي هيبان. لو مخصوطها هيبان ما ما بعرفت. لا انت انت بيور جدا. هو بقى كمان اكتر واحد بيحس بيا وبيفهمني وبيشوف ده. فدايما بينصحني كده يعني الحاجات. واخدق اي منه? اتمنى كنو اخد حاجات كتير لانه هو يعني هو شخصية خاصة جدا. هو مفيش زيه بجد من غير اي مبالغة يعني هو يعني العطاء. اما اتعمق في الكلام عنه بحسك ان انت حتتأثري. بحب واوي. العطاء يعني عارفة بتاع العطاء. يعني ايه شخص قاعد في حياته كلها بيدي بس. مش عايز اي حاجة من اي حد بس جفر بطريقة فضيعة. فما بالك لأولاده. على فكرة هو جفر حتى اللي مش اولاده. يعني هو ماشي للناس كده يحاول يساعد اي حد يقدر يعمله يعرفه او ما يعرفوش. فبحاول ابقى زيه لانه هو بالنسبة لي ببصله لفوق جدا جدا. فاتمنى ان انا بقى زيه او بقى نصه حتى لانه هو صعب ان انا وصل له. كان اكتر من رائع بجد. والمسلسل ده اه ورينا فعلا جانب اخر للنجمة اشرف عبدالغفور. وبجد كان حلوة اوي مشاهده هو محمد ممدوح مع بعض. طبعا. كانوا بجد بجد يجننوا يعني انا العلاقة بينهم وهو لما اه اه اتعب ووقع في الاخر. يعني ده بصي قطع. كنتش عايزة مكنش عايزة يخلص. يعني كنت عايزة يفضل معانا اطول مدة. ايه. بجد. ايه. 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 مبسوطة انك بتشتغلي خمستاشر حلقة. جدا. اوه. دي بتقولها من قلبها. من صاميم قلبها. جدا. خمستاشر حلقة او عشر حلقات وكده انا تجاربي السنة دي معظمها كانت كده. عمر عشر اه. الحقيقة ان الموضوع بيبقى الطف كتير قوي ما بيبقاش فيه اي ملل وما بيبقاش فيه برضو تعب بزيادة وبيبقى بتخلصي الحاجة وانت لسه كده ملحقتيش تشباعي منها وكده. فا وحتى الناس ما بتزهقش في النص دايما بيبقى في التلاتينات وكده. فيه في النص كده جاب كده. اه طبعا. بيزهق وغزبا عن اي عاجلة. ان الناس اصلا ما بقاش عندها طولرنس. الناس بقيت بتزهق والتيك توكس والكده. انت طول النهار بتعملي كده. انت حاسة ان انت حياتك كلها تعملي بيها كده. اه. فما بقاش عندك اصلا صبر انك تعودي كتير. يعني فهمها قصدي. يعني كده كده كده. فبقيت الحاجات عايزها قصيرة اصلا. فدفنت لي الموضة الجديدة دي موضة عظيمة جدا يا ربي يكملها يعني. رشيد كان نفسك يتول اكتر? كان نفسك الاحداث تتول اكتر? نا. كده خلاص كفاية? اه. مش عشان لأ يعني انا حب بحبه قوي وبحب الشخصيات قوي. زعلان انه هيخلص. بس مبسوط انه هيخلص والناس كلها زعلان انه هيخلص. اه. يعني مبسوطة ان كل الناس قول ايه ده? معقولة هيخلص خمستاشر حلقة بس ليه ومش ليه? ده 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 جميل ان ال يا بخت اللي يعرف امتى يوقف. طبعا. يا بخت اللي يعرف امتى يوقف. يوقف هو عالي. بالزبط. ما يستناش لغاية ما يوقع. بالزبط. فحلوة قوي ان هو خلص وهو في حتة حلوة قوي كده. ويا رب ان شاء الله الحلقة بتاعت النهاردة دي تعجب الناس ويكون يعني عفلة جميلة بازن الله.